تعالى اقول لك شوية معلومات عن كأس الوام الأفريقية لكرة داد اللي هتقام في مصر ان شاء الله يلا بينا يا شباب الافتباح هيقام النهاردة ساعة ستة ونص بمجمع الصلاة المعطاة باستاد القاهرة بطولة هتقام ان شاء الله من 17 ل 27 يناير 2024 هيتآهل البطل مباشرة اللي هيكسب البطولة دي هيتآهل مباشرة للمشاركة في اولمبياد باريس 2014 اللي هيكسب البطولة بس بس فلازم نكسبها ان شاء الله بإذن الله طيب مجموعات البطولة هتكون كالتالي المجموعة الاولى كافيردي والكنغو الديمقراطية وزنبيا ورواندا المجموعة الثانية مصر وغينيا والكاملون والكنغو برازافيل المجموعة الثالثة المغرب والجزائر والجابون والليبيا والمجموعة الرابعة هيكون فيها تونس وانجولا ونيجيريا وكينيا مباراة منتقم مصر يوم الاربع سبعتاشر يناير هتكون مباراة مصر مع غينيا الساعة تمانية مساء والجمعة تسعة عشر يناير هتبقى مصر مع الكنغو برازافيل وهتكون الساعة ستة مساء ويوم الحد مصر هتواجه الكاملون الساعة ستة مساء الأحد واحد وعشرين يناير طريق مصر في البطولة هيواجه متصدر المجموعة الثانية مجموعة مصر وصيف المجموعة الرابعة في ربع النهاية البطولة في حالة فوز مصر في الدور ربع النهاية وفي الجانب الآخر حق منتخب تونس الفوز سيلاقى منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي ممكن تعتبره النهائي مبكر كمان قائمة أبطال منتخب مصر لهذه البطولة في حراسة المرمى كريم هنداوي محمد علي محمد عصام الطيار أحمد إشام سيسا مازن رضا علي زين وعبد الرحمن فيصل وحسن قداح أحمد خيري ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري على الدائرة إبراهيم المصري ومحمد ممدوح حاشم وإحمد عادل وخالد وليد حاجة مؤثرة جدا بس يعني سنة الحياة يعني وأنا بقولي الأسماء بدور على اسم أحمد الأحمر عشرين سنة عشرين سنة أحمد الأحمر في كل البطولات مع منتخب مصر لأول مرة من عشرين سنة قائمة منتخب مصر بلا أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد المصرية أول بطولة كان في قائمتها كانت في ألفين واربعة عشرين سنة بالزبط أحمد الأحمر يعطي الكثير لمنتخب مصر الشيء بشيء أسكر وهو طيب الزكر دائما بس سنة الحياة سنة الحياة ويا أسفها بصراحة بتحرمنا دائما من النجوم عظماء يعني بس تمام تمام قبل ما روح لضيفي مصر منتخب مصر بيلعب في هذه البطولة ولازم يفوز بيها إن شاء الله بإذن الله عشان يصعد لأولمبياد باريس يعني ياخد لقابها ويصعد كمان لأولمبياد باريس دي حاجة حاجة تانية احنا اللي بنستضيف البطولة احنا مصر البلد بتستضيف البطولة فروحوا وشجعوا منتخب مصر ازهروا البطولة بشكل عظيم انا نكلم جماهير الكرة في مصر او جماهير الرياضة في مصر واحنا بنحب كرة اليد بشكل قريب قوي من كرة القدم عشان هي دايما بتشرفنا ورفع راسنا يعني اللعبة دي تحديدا وابطالها روحوا وشجعوا وسندوا وانبستوا وانتوا وقصاركم عشان البطولة مصر بتنظمها فيبقى الشكل حلو وعشان ندعم كمان منتخبنا في هذه البطولة